لم تضع الحرب أوزارها بعد بل أصبحت مدافع اللقاحات من موسكو تطلق أمصالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتعدى الأمر ليصبح مركز جاماليا الروسي المنتج للقاح سبوتنيك في أكثر أهمية في هذا العصر من مئة مفاعل نووي أمريكي في العالم فمنذ اللحظة الأولى لإعلان الرئيس الروسي التوصل إلى لقاح حتى كان الرد الأمريكي بالتشكيك ولم يقف الأمر هنا فحسب بل وصل إلى حرب نقاش عند الدول العربية التي أغرقت نفسها في صراع علمي بعيد عنها بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فأعيدت إلى الأذهان الحرب الباردة بين الدولتين والتي خرج منها العرب الخاسر الأكبر فبين مشكك باللقاح ومؤمن به تسيطر الهيمنة الأمريكية على بعض دول العالم وتجعل من مواقفهم وتعليقاتهم في حكم السياسة فقط بعيدا عن حكم الطب وغيره من علوم الحياة فهل استطاعت الولايات المتحدة التوصل وتطعيم العالم الأحادي بلقاح التشكيك بكل من هو من لا يختم بإنتاج أمريكي وجعلهم ينتظرون اللقاح الأمريكي على أحر من الجمر وإن كان اللقاح الروسي صحيحا أو كما يقول وزير الصحة الأمريكي متهكما بعد الإعلان الروسي نريد معطيات شفافة وآمنة الشفافية والأمان أسلوب لم تنتهجه الولايات المتحدة في ميدان الطب والإنجاز العلمي وفي مرمى السياسات والتحالفات الأمريكية العلنية مع بعض الدول ومن بينها إسرائيل وإن كان الأمر يتعلق بقضية مثل القضية الفلسطينية التي يزيد عمرها عن مئة عام من الصراع أو حتى الأمن الهش الذي جاء بصوت طائرات الـ F-16 وليس لقاحات الطب في العراق وسوريا وإيران وأفغانستان وباكستان واليمن وليبيا وغيرها من الدول فهل هي نفسها الشفافية والأمان التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية في علاج ومنع العالم من أن يلتهمه المرض أم أنه بعيد الحسابات أصلا في ظل الخطوات الأمريكية المتعارضة مع بعضها البعض فالولايات المتحدة التي تريد التوصل إلى لقاح لعلاج أكثر من 20 مليون مصاب بفيروس كورونا هي نفسها من قطعت الدعم عن منظمة الصحة العالمية لأمور سياسية ومن قطعت الدعم المالية عن مشاف القدس وجعلت المرضى في صراع مع الموت فهل الولايات المتحدة الحريصة على النفس البشرية كما تقول تفرق بين جنس وعرق بنظرتها الطبية المغطات بنظرة سياسية تحمل مصالح أمريكية فقط أم أن أتباعها سيستمرون في التصفيك لها وإن أدارت لهم ظهرها